أيضاً اجتمع سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات الاستراتيجية لوزارة الكهرباء على مستوى الجمهورية ووجه سيادته بمراعاة تأسيس البنية الأساسية للمشروعات القومية لاستيعاب الزيادة المستقبلية في الأحمال الكهربائية أيضاً لاستمرار في الخطط الوطنية لتنويع مصادر الطاقة والتي تعتمد عليها عملية التنمية في مصر اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء وطاقة المتجددة صراحة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة مستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات الاستراتيجية لوزارة الكهرباء على مستوى الجمهورية وعرض الدكتور محمد شاكر في هذا الإطار جهود توفير التغذية الكهربائية للمشروعات القومية الكبرى على مستوى الجمهورية خاصة ما تعلق بالموقف التنفيذي لإمدادات التغذية الكهربائية للمشروع الزراعي العملاق الدلتة الجديدة بإجمالي مساحة مليوني ومئتي ألف في الدان وجهود ربطه بالشبكة الوطنية الكهربائية فضلا عن مستجدات استكمال أعمال البنية التحتية لتأمين تغذية الكهربائية لمنطقة السحل الشمالي حاليا ومستقبلا بالإضافة إلى متابعة أعمال التغذية الكهربائية للمشروع القومي لتنمية سيناء على نحو يساهم في تكوين مجتمعات سكانية وعمرانية متكاملة الأركان في المنطقة وقد وجه السيد الرئيس بمرعاة تأسيس البنية الأساسية الكهربائية للمشروعات القومية الكبرى لاستعب زيادة المستقبلية في الأحمال الكهربائية نتيجة معدلات التنمية الأخذة في التوسع على مستوى الجمهورية أضف المتحدث الرسمي أن السيد وزير الكهرباء استعرض كذلك مستجدات التعاون مع الخبرات العالمية العريقة في إطار الاستراتيجية الوطنية لتوليد طاقة الهايدروجين الأخضر باستخدام الطاقة المتجددة حيث وجه السيد الرئيس بالاستمرار في الخطط الوطنية الخاصة بتعزيز مكون الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها وذلك لتنويع مصادر إمدادات الطاقة التي تعتمد عليها عملية التنمية في مصر كما تم عرض مستجدات مشروع الربط الكهربائي السلاسي مع كل من قبرص واليونان فضلاً عن الربط السلاسي مع العراق والأردن وكذا الربط مع كل من المملكة العربية السعودية وليبيا وذلك بهدف تحقيق الاستفادة الاقتصادية المتبادلة على مدار العام وفقاً لاحتياجات كل جانب من الطاقة الكهربائية ترجمة نانسي قنقر